اهلا بكم البداية من الوضع في فلسطين حيث لقي سبعة اشخاص مصرعهم واصيب مئات اخرون في اشتباكات مع قوات الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة وذلك اثناء مسيرات العودة بذكر يوم الارض حسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية هذا واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات اسرائيلية عند المدخل الشمالي لمدينة البيري بالضفة الغربية المحتلة وقد اطلقت قوات اسرائيلية قنابل الغاز على متظاهرين فلسطينيين وصلوا الى المنطقة مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار انطلقت في عدد من نقاط التماس على حدود قطاع غزة الشرقية مع اسرائيل وذلك بمناسبة احياء الذكرى الثانية والاربعين ليوم الارض حيث توافد مئات الفلسطينيين منذ صباح الجمعة الى المخيمات الرمزية التي اقامتها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في خمس مناطق متاخمة للسياج الحدودي شرق غطاع غزة اقول ان كان اليوم ولا غدا ولا بعد غد سنرجع الى بالدرس وسنرجع الى فلسطين وسنحرر كل اخصى وسنحرر جميع فلسطين بامر الله تعالى اشتركوا في القناة